اهلا بحضراتكم الجديدين كنا قبل الفاصل مع فريق كرة السلة رجال خلينا نروح لفريق كرة السلة سيدات طبعا الفريق بيعني يعيش حالة حلوة طبعا فوس دوري المرتبط ادهم ثقة كبيرة وادهم يعني دفعة عشان يكملوا الانتصارات دي بقيادة طبعا الكابتن القادير كابتن طريق خيري كان فيه يا خلاص دوري مرتبط خلص لعبنا دوري السوبر دوري السوبر عبر عن 16 فريق من العدول 16 ازاي الاول بلعب 16 التاني بيلعب الـ 15 التالت بيلعب الـ 14 وهكذا مباراة رايح جاي لو تعادلوا بيلعبوا مباراة ثالث النادي الاهلي وعد قرعته مع نادي مدينة نصر لعبنا اول مباراة في صلت الشهداء ودي كانت مباراة الذهاب وفوزنا فيها الحمد لله بفرق كبير جينا في المباراة التانية كانت مفروض تتلعب في نادي مدينة نصر ولكن نادي مدينة نصر طلب ان المباراة النادي الاهلي يستضيفها ايضا فتلعبت المباراة التانية في صلت الشهداء ودي العطات منها في صلت الشهداء بمقر النادي الاهلي بالجزيرة وفوزنا الحمد لله من نتيجة 97-53 والنادي الاهلي يعتبر اول المتأهلين للتمانية الكبار في دوري السوبر عشان بعد كده هنلعب دور من رايح جاي دور من رايح جاي حوالي احنا 8 فرق 7 14 مباراة 14 مباراة هتبقى رايح جاي منهم مباراة بتبقى على ملعبك ومباراة تانية بتبقى على ملعب الفرقة التانية فبعد كده بيتأتبوا تاني من الاول الى التامن ونلعب دور التمانية بقى بلاي اوف او الادوار الاقصائية الاول بلاعب التامن والتاني لعب السابع وهكذا وطبعا السيستم اللي انتوا حافظتوه معانا السنوات الماضية طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الفرقة المحترفة مصابة المحترفة مصابة ما عندناش ازمة طبعا هي الحمد للرب العامين كان كابتن ماجد الاداري قال ان هي يعني اصابتها مش بالشكل الكبير اللي هتخليها تجيب فترة طويلة ولكن في اخبار ان شاء الله ان هي بتتحسن ويا رب تلحق ان شاء الله الادوار المهمة وده مش هيعطى الفرقة ليه مش هيعطى الفرقة لان كابتن طري خيري منذ البداية هو اصر انه يعمل فرقة كويسة وانه هو يبقى عنده عدد كبير جدا وسكواد كبير ويبقى عنده منوفر بين اللاعبات لو غابت لعبها في مركز او اتنين يقدر يعوضهم الحاجة التانية انت من حقك تغير المحترفة في شهر يناير بالتحاد السلام اديك هذا الحق ان انت لو المحترف اللي لعب معاك من بداية الموسم حتى منتصفه في يناير تقريبا لك الحق ان تبدله فلا بتهيألي لو الاصابة دي هتطول لما بعد شهر يناير اتصور ان كابتن طري خيري هيتطر مضطر طبعا اللاعبة اللي معنا يعني جيدة جدا جدا ولكن هيتطر اتصور انا وجهة نظر يعني انا ما بقولش خبر او حاجة انا بقول يعني وجهة نظر الشخصيا وممكن اتطر الى ذلك خاصة انه مش هيقدر يلعب النهايات يمكن لعبنا نهاية دور المرتبط من غيرها انت هتيجي تقول لي طب يا كابتن ما هو عوجودها ضروري او عوجودها ضروري ولكن كسبنا من غيرها كسبنا سبورتنج في مباراة تاريخية سكور ما حصلش بدون محترفة طيب ده ممكن يحصل امتى او هيبان امتى اتصور نهاية ديسمبر ديسمبر لو اللعبة المحترفة في نادي الاهلي ما دخلتش فيه مع الفرق وده تتمرى انا اتصور كابتن جاريخ خيري قد يلجأ مضطرا الى تغيير المحترفة وده حق اصيل لان انت محتاج هذا المركز ما يبقاش شاغر في الوقت اللي كل الفرق دعم فرقها او كل الاندية دعم فرقها بمحترفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة